اشتركوا في القناة بعد سنتين من ألعاب ميونيخ الأولمبية احتضنت ألمانيا الغربية ثاني أكبر حدث رياضي في العالم مسابقة كأس العالم 98 منتخبا من مختلف القرارات شاركوا في تصفية العالمية ليتأهل في الأخير 16 فريقا خادوا نهائية موزعين على أربع مجموعة تلقع أوقعت البلد المضيف ألمانيا الغربية في مجموعة واحدة رفق تجاره من ألمانيا الشرقية في عز أجواء الحرب البريدة المنتخبان توجه في المباراة الأخيرة عن دور المجموعة وشهدت فوز ألمانيا الشرقية بيدف النظيف في إحدى مفاجآت الدور الأول المفاجآت تواصلت أيضا في باقي المجموعات في المجموعة الثانية تهلت البرازيل بصعوبة للدور الثاني بعد أن حلت ثانية في مجموعتها مسجلة ثلاثة أهداف فقط في الدور الأول لتتأهل رفقة يوغوزلافيا عن هذه المجموعة يوغوزلافيا التي أمطرت الشيبا كممثل إفريقيا في مونديا لألمانيا منتخب الزيير بتسعة أهداف دون رد ما دفعه العديدين للقول أن إعطاء مقعد كامل لإفريقيا كان خطأا أما المجموعة الثالثة في دور الأول فشهدت ولادة مايسا يصطلع عليه في سبعينية القرن الماضي الموجر برتقالي الحديث هنا عن المنتخب الهولندي بنجمه الأول يوهان كريف ومدربه رينوس ميشيل صاحب نظرية كرة القدم الشميلة المبنية على الهجوم هولندا التي نجحت فيتأهل كمتصدرة لمجموعتها رفقة السويد فيما أقصيت أورغوي الفائزة باللقى مرتين هذا في الوقت التي تسيدت فيه بولونيا المجموعة الرابعة محققتا ثلاثة انتصارات لتتأهل رفقة الأرجنتين بينما أقصيت إيطاليا التي بلغت المباراة النهائية في الدورة السابقة بمكسيكو في الدورة الثانية وعاود لعب مباريات بنظام خروج المغلوب قررت الفيفا توزيع المنتخبة الثمانية التي تحقق تتأهل إلى مجموعتين من أربعة فرق سيصل بعدها مصدر كل مجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية فيما سيرعب صاحبة المرتبة الثانية في كل مجموعة مباراة تحديد المركز الثالث للمنديا المجموعة الأولى شهدت سيطرة مطلقة للمنتخب الولندي الذي حقق الفوز على المنتخبة ألمانيا الشرقية الأرجنتين والبرازيل حملت اللقب التي ستنهي منذ 1974 في المركز الثالث أما المجموعة الثانية فشهدت سيطرة لمنتخب البلد المضيف الذي حقق ثلاثة انتصارات لتمر ألمانيا الغربية مباشرة لنهائي البطولة حيث واجهت منتخب الطواحين الهولندية التي وضعها الجميع كالمرشحة الأولى لتتوجب اللقب النهائي الذي أقيمه على الملعب الأولمبيل ميونيخ سيشهد افتتاح النتيجة عبر هولندا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية في أسرع هدف في نهائي حتى يومنا هذا غير أن ألمانيا ستنجح في تعليل الناتجة في الدقيقة 26 عبر ضربة جزاء كذلك قبل أن انجح غيرت مولر في إحراز هدف الفوز في الدقيقة الرابع الأربعين مانحا للمكينة الألمانية لقبها الثاني في كأس العالم وريح ريما كريف الذي توجه بلقب أفضل هدف في الدورة من الفوز بلقب كأس المونديال في شكله الجديد بعد أن احتفظت البرازيل إلى الأبد بمجسم جلغمه ألمانيا التي توجت باللقب العالمي سفدت أيضا من العائدات المالية لهذا الحدث الرياضي الذي بدأ منذ تلك الفترة في جلب إيرادات المالية للبلد المضيف لكن أيضا للمؤسسة الرياضي المنظمة للتدهور الفيفا التي ستصبح في السنوات المولية إمبراطورية مالية حقيقية إلى اللقاء اشتركوا في القناة